قبل ما اتكلم عن مباراة وتفاصيلها انا من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي بالنسبة لي وهو دعم جمهور النادي الاهلي لي مستر بيتسو موسيماني زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة والراجل ده محتاج دعم انا بقوله لكم الراجل ده محتاج دعم ليه لان في حملات احنا مش من اصحاب نظرية المؤامرة مثلا احنا مش احنا بس احنا بنتكلم على حاجات احنا بنشوفها بعينينا وحضراتكم كجماهير بتشوفوها بعينيكم بتسمعها بودانكم في عز ما الراجل بيبقى كاسبان خمسة مثلا زمالك وكاسبان مش عارف البنك والاسماعيدي وقبل كده في موراك كتير وفي عز البطولات اللي بيحققها بتلاقي دايما هجوم على موسيماني غير مبرر اه فيه اختلافات فنية مفيش مشكلة بس الهجوم دايما بيكون بطريقة محبطة للراجل لو بيوصلوا الكلام ده محبطة للجهاز الفني الطريقة كمان او الاسلوب اللي بيتكلموا بيه على موسيماني وفيه انتقاد لازع غير بناء حلو وما فيهوش تحليل موضوعي او منطقي بيأثر بشكل او باخر على لعبي لنادي الاهلي فمن هنا وجب الدعم الكامل لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني الكفء للنادي الاهلي ايوه الكفء هتقول لي يا عم ده فيه تغيريات بيعملها غلط يا اخي ده احنا اصدا فيه مطشب بنبقى وحشين قوي فيها وكلام من ده هقولك هي دي كرة القدم كل شيء وارد لو جبت جوارديولا لو جبت كلوب لو جبت اي حد من المدربين العالميين هيغلطوا عايب عندهم اخطاء وهتتكرر وحيحسب هي دي كرة القدم لكن انا الناتج بالنسبة لي هو الاهم الناتج بالنسبة لي ايه بطولات بناخدها او بنخسر واحدة او اتنين ده طبيعي لان انت بش تلعب لوحدك بتكسب مطشب كتير او بتخسر واحدة بتتعدل اتنين كلام من ده برضه طبيعي في الكور لكن الاساس ايه الاساس عندك مدير فني مميز وتاريخه بيتكلم عنه والقابه سواء مع سان داونز او مع النادي الاهلي بتتكلم عنه فبالتالي مدير فني بقيمة كبيرة واجب دعمه بشكل كامل من جمهور النادي الاهلي بالمناسبة دول بعض من جماهير النادي الاهلي لكن اللي انا واثق منه ان فيه عدد كبير جدا من جماهير النادي في ظهر الرجل ده وبتدعمه وبتسنده فانا حبيت ان ابتدي باللقطة دي عشان ده هدف مهمة قوي ومطلوب جدا انك تدعم الجهاز الفني النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فلا طب صراحة مهمة وجيدة جدا من جمهور النادي الاهلي اللي راح النهاردة ليه موسيماني في استاد مختار التش المباراة الودي يبقى احنا من